على طول 11 كيلومتر وارتفاع يتراوح ما بين 8 إلى 10 أمطار يقف الصور مراكش بكل عنفوان شاهدا على تاريخ المدينة عبر الأزمنة بعد أن شكل الحصن الحصين لها من غارات المتربصين الجدار الترابي تصدى عبر قرون للغزاة ولعوامل التعريب كل أشكالها إلا أن عنفوانه بدأ يتلاشى بهجوم أياد بشرية تطاولت على جنباته من الظاهر والباطن غرف ونوافد وشرفات بل وحدائق معلقة باتت تطفو من خلف سطاره منبعها منازل أصرت على أن تعانق حيطانها الجدار التاريخي ليس بدافع الحب وإنما هي رغبة في التوسع واحتفاء بالفوضى المؤسسات الثقافية والسياحية والسلطات المعنية تتقاذف فيما بينها مسؤولية الانهيارات المتتالية لصور المدينة العتيقة في حين أن ظاهيرا منظما للأصوار يقضي بمسافات حامية من داخل وخارج الصور حفاظا على حرمته